احياناً بيحصل ارتفاع في انزيمات الكبد بعد الشهر الخامس وبيبقى بدون اي سبب الحمل بيكون هو السبب يعني ان شاء الله هي بس احنا اهم حاجة نستبعد وجود صفرة نقيس نسبة الصفرة في الدم نمرة اتنين نستبعد وجود فيروس بي او سي نمرة ثلاثة ان شاء الله هي عدة السابع مجرد ما هتولد هتلاقي الانزيمات دي رجعت طبيعيا لكن هنا في نقطة مهمة قوي رسالة للدكتور اللي هو هيتابعها في الفترة الجاية اذا كانت هتولد قيصري يجب على دكتور التخدير ان يتم اعلامه ان انزيمات الكبد عليها يعني لازم يسلق انزيمات الكبد بتختلف يعني جرعة المخدر نوع المخدر وجرعته فاذا كانت هتولد قيصري ان شاء الله لازم نيقول لدكتور التخدير خلي بالك انزيمات الكبد عليها ولو طبيعي ما فيش مشكلة حتى لو طبيعي لازم برضو يبقى عارف الدكتور ان انزيمات الكبد علي عندها اشتركوا في القناة